كابتن إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي قال إن تراجع الأداء في الشروط الثاني للنن Lanka الإسماعيلي منح الأفضلية للزمالك للسيطرة على المباراة وقال كابتن إيهاب جلال إحنا بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا على أول خمسة وعشرين دقيقة وضغطنا على الزمالك قال إن الزمالك فريق كبير وعنده مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن الإسماعيلي تراجع في الشروط الثاني وده اللي خلى الزمالك يستحوز ويظهر بشكل أفضل في الشوت التاني وقال كمان كابتن إيهاب جلال أنه بيشكر اللعيبة على مجهودهم في مطش النهاردة وأن في بعض اللعيبة بزلت مجهود كبير جدا في المطشاط وقال كمان يعني حتم سكر لعب الإسماعيلي كان مميز جدا وبزل مجهود كبير جدا النهاردة في المباراة قال كمان كابتن إيهاب جلال قال إن أحمد عدل عبد المنعم حارس الإسماعيلي كان نجم المباراة الأول النهاردة والأهداف اللي إسماعيلي استقبلها الماتشاط اللي فاتت كان بسبب سوء التوفيق لكن أحمد عادل النهاردة قدم مستوى مميز جدا وقال كمان عندنا مجموعة مميزة من الحراس وقادرين الإسماعيلي قادر على تحقيق نتائج إيجابية في الماتشاط المقبلة وقال كمان الصفقات الجديدة ظهرت بشكل مميز مع النادي الإسماعيلي في ظل الضغط الجماهيري خلال الماتشين اللي فاتوا مع السيراميكا ومع الزمالك النهاردة اشتركوا في القناة